نعم بكل التأكيد باعتبار أنها كما أشرنا في البداية هي العملية الأولى وهي التي ستترك الانطباع الكامل عن المعركة. يعني إذا نجحت هذه العملية فإنها ستعطي الانطباع الكامل والرسالة الكافية للعدو بأن هذه العملية وبأن هذا الإسناد إسناد حقيقي وبأن لدينا القدرة على إيجاب هذا الإسناد وبأنه ليس إعلان للإعلام فقط وللحديث وإنما هي فعلية عمليات مؤكدة يعني التفاصيل وطيات هذه العملية تنطوي على الكثير. نحن تحدثنا عن الجانب المعلومات ولكن أيضا هناك أمور ممكن لضاءة عنها في هذا الجانب. يعني المعلومات هنا في هذه العملية ليست مثلا مثل بقية العمليات التي تستهدفها بالصواريخ. يكفي أن تكتشف مثلا أوع السفينة وهوية السفينة وتحددها بأنها هدف ثم تستهدفها وبقية المعلومات الأخرى. لكن هذه العملية تحتاج إلى أولا يعني السفينة نفسها والمحيط بها. لأنك سترسل قوات المداهمة والاكتحام. ثم أيضا تكون هناك خطة للهجوم وخطة للإخلاء والعودة. خطة وخطة بديلة. وخطة أيضا وكل هذه الخطة عندما نتحدث نتحدث عن تجهيز معلومات كاملة عن ميدان المعركة بالكامل. من المتواجد؟ ما هي القوات الممكنة؟ ما هو الطاقم؟ حجم السفينة؟ شكلها؟ كيف ستصل إليها؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ وأيضا عند الاستعدادات لها. الاستعدادات بخطة واحد واثنين وثلاثة. والاستعداد أيضا للمهاجمة عسكريا باستخدام الطيران والصواريخ والطيران المسير. يعني عملية مرتبة تستعد لمعركة كبيرة. يعني كان هناك احتمال أن القوات الأمريكية قد لا تفر. وقد تختار خيار المواجهة. أيضا قد يكون هناك تدقل من أي جهة أخرى في المنطقة كما لاحظنا في مسألة النداء. فتم الاستعداد لكل هذه السيناريوات. بالرغم أن الوقت ضيق ومحدود وقصير جدا. أيضا الاشتراك في هذه العملية لكي تنجح كانت هناك عدة وحدات. يعني شاركت فيها القوات الجوية. ونحن لا نتحدث عن طيران المسير. نحن نتحدث عن القوات الجوية مباشرة. بالطيران المروحي وأيضا عناصر القوات الجوية. القوات البحرية. ويعني الطقس الذي كان يؤثر. أيضا العنصر البشري كان موجود. وفعال تم تدريب عنصر بشري لمتطويلة. على عدة سيناريوهات وعددة احتمالات هذه العملية. يعني فعلا كانت عملية نموذجية. تعطي دلالة واضحة بأن القوات المسلحة كانت في أتم الاستعداد. وأنتم تعرفون والكل يعرف بأن عملية الطفل الأقصى كانت مفائئة للجميع. ولم يكنك استعدادات مسبقة. لكن القوات المسلحة اليمنية. لأنها تنطلق من الرؤية القرآنية وعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط وغير. كانت على استعداد عالي. ولأنها تضع في أولوياتها وفي نصب عينها. أن العدو الإسرائيلي يشكل خطر. وبأن قتالهم واجب على كل مسلم. كانت تعد العدة. وتستعد. وكأننا أمام معركة نريد أن ندخلها في اليوم التالي. في كل المجالات وفي كل الميادين. تصنع الصواريخ. تجهزها. تدرب. تجمع المعلومات. وكأننا نريد أن نعلن الحرب عليهم. حتى لو لم يعلنوا الحربهم.